أحب حياتي وهي كالصاب مرة وأكره صوتي وهو كالشهد حاليا جنوني أصيل لا أريد فراقه وعقلي أصيل لا يريد فراقيا صحبتهما دهرا معا فتعايشا وكنت بهذه النقضين راضيا جنوني أراني المبكيات مهازلا وعقلي أراني المضحكات مآسيا عبد المعين الملوحي محمد عبد العزيز الشاعر والمحقق والصحفي والمترجم الموسوعي ماذا حكى لنا أولا في مذكراته شظايا من عمري هي مذكرات جميلة وحزينة فيها حزن كثير سنأتي على أسباب الحزن لكن هو من موليد حمص ولد في الحرب العالمية الأولى 1917 شهد هذه الفترة في المجتمع والتحولات في الاستعمار الفرنسي وسوريا مع التفاعلات الداخلية التي كانت في سوريا وكتب عنها وسجل لنا هذه التسجيلات وذهب إلى دمشق هو شاب وتعرفها لهذه المدينة يقول صعد عام 28 إلى جبل قاسيون قال ورأيت دمشق صغيرة حولها الغطى كبيرة تحيط بها قال مرت السنين وصعد مرة أخرى على قاسيون قال كأن دمشق ابتلعت الغطى نفسها أصبحت المدينة ضخمة وتغير شكل العمران في هذه المدينة هو ابن هذه الحالة ابن الشيخ سعيد الملوحي كان إمام جامع النوري في حمص البدايات بدايات دينية لكن سرعة ما تحول إلى الشيوعية كان من أوائل الشيوعيين وانضم إلى بدر الدين السباعي وغيرهم الشخصيات بل أنه توجه إلى الأدب الروسي مباشرة وذهب إلى ترجمة مكسيم جوركي بداية بساة 45 تقريبا ترجم مكسيم جوركي إلى العربية ويزعم أنه قد تكون هذه أول ترجمة جوركي إلى العربية فلذلك الجهود الثقافية في هذه البيئة كانت مبكرة تعرف على الشخصيات ثقافية لكن التحولات كانت معها السفر إلى القاهرة والتعرف أيضا على البيئة في كلية الأداب في القاهرة هذا في شبابه الأول يعني سافر إلى القاهرة طيب هي فترة قصيرة مكثها في القاهرة ولكن يبدو أنها غنية محمد بالضبط لأن القاهرة كانت ساعتها تموق بهذه الحالة الفكرية والجامعة يعني ممتازة وهو أحمد أمين يدرسه والشيخ أمين الخولي وشوق ضيف وطاه حسين فهو قار أدب فتفعل مع هذه البيئة العلمية وصف لنا مشاغباته مع الشيخ أمين الخولي لأن أمين الخولي كان يميل إلى النزعة المصرية في درسة الأدب هو اعترض عليه قال له لا يوجد اسمه أدب مصري لكنه أدب عربي لأنه مؤمن بالعروبة فدخل معه في مشاغبات لكن يكون أشهد لهذا الأستاذ أنه لم يظلمني حتى وأنا مختلف معه في الرأي درس على الأستاذ أحمد أمين وحكى لنا طرائف أحمد أمين في المحاضرات ويكون برغم متانة أسلوب أحمد أمين في الكتب لكنه أكثر خفة في المحاضرات وكان يحب أن يمازح الطلاب يعني يذكر مزحات الأستاذ أحمد أمين عندما طلب من طالبة كانت طالبة يقول كان جميلة ويحب أن يمزح معها فقال لها لقد شارك في هذه المعركة ثمانين بدريا ما هو البدري؟ يعني فقالت يا أستاذ البصح بدري ويقصد بها أولاء الذين حضروا معركة بدري حكى لنا الجو العلم الذي كان موجود تعرف على شوق ضيف في يوم من الأيام يقول سأل شوق ضيف في القاعة المحاضرات من منكم قرأ كتاب الأغاني؟ فصمتت القاعة قال له معد عبد المعين أنا عارف أنه قرأ فسأله قال له قرأته مرتين قبل البكالورية ووزار طا حسين وتحدث معه ويبدو أنه أأتوا على ذكر اليسار وهذا الأمور حتى قال له طا حسين أنا أياسر بما أستطيع يعني أنا أحاول أن يكون يساري بما أستطيع فكانت سنوات القاهرة يبدو أنها كانت سنوات غنية والمذكرات فيها قدر من الصراحة في معرفة الأجواء وتعرف على الفتيات في هذه البيئة المنفتحة في الجامعة وهذا الانفتاح الأدبي والتعرف على المدينة ذكروا لنا في المذكرات ويبدو أنها كانت سنوات مزهرة في حياته وتركت ذكرية جميلة طبعت المذكرات بهذه الفترة ثم بعد ذلك عاد إلى سوريا وبدأ في الوظائف الحكومية والإنتاج أيضا والإنتاج الكتاب أكثر من مئة كتاب يعني يعني منوعة أكثر من مئة كتاب نعم ما بين التحقيق وما بين الشعر وما بين القصة وما بين التراجع والسيرة الذاتية كتب كتب السيرة أيضا كتب فيها كيف قدم لنا نفسه كإنسان وكناشط سياسي الشيوعي المزمن كان يوقع عبد المعين ملوحي شيوعي مزمن كيف قدم نفسه للقارئ من خلال المزمن؟ يعني هذا التنوع الذي ذكرت حدثك هو مدخل له هو اهتم بتحقيق النصوص الأدبية فأخرج لنا ديوان ديك الجن الحمصي وجمع أشعار اللصوص يبدو هذه نزع الاشتراقية التي كانت فيها صحيح فجمع لنا أشعار اللصوص من النصوص الأدبية المتناثرة في الأدب العربي جمع قدم ترجمات جميلة ترجم ترجمة كما ذكرنا مكسيم جوركي ترجم أيضا في سردابي لدوستوفيسكي بل أنه تعرف على دوستوفيسكي في قصة طريفة هو تعرف على دوستوفيسكي عندما سافر أحد مستشاري فرنسيين من سوريا وطرق كتب ترك يعني كتب ومنها كان دوستوفيسكي وقول قرأته وانفعلت بيه انفعال قرأه بالفرنسية انفعال كبير وقابل في ذلك الوقت في حمص سامي الدروبي قل وذهبت إلى سامي قلت له قرأت رواية مذلوم مهنون وهي رواية عظيمة ومختلفة عما قرأته قبل فاستعارها مني سامي الدروبي ويقول لعلني أنا الذي عرفت على سامي الدروبي على دوستوفيسكي فأصبح مترجم دوستوفيسكي بالضبط سامي الدروبي بعد ذلك قدم لنا ترجمة الأعمال الكاملة لدوستوفيسكي وهذا ترى في حصة ثم قال ولم يرجع لي سامي الدروبي الرواية إلى الآن فهو الذي مده بأول رواية لدوستوفيسكي فهو معرفته بدوستوفيسكي القديم لكنه اهتم بالتحقيق كما قلنا تحقيق للنصوص الأدبية والتراجم ترجم لنا أشعار مختلفة رسول حمزيتوف هو الذي ترجمه إلى العربية في كتاب بلدي وترجم الأداب الأسيوية والروسية يبدو كان لندو هذا الحب لروسيا فترجم كثير من الكتب مترجمة من الأدب الروسي ومن الأدب الصيني والفيتنامي فاهتم بهذا أن يبتعد عن المركزية الأوروبية في كثير من الترجمات التي قدمها لنا عبد المعين ذهب إلى الكتاب الشعرية له نصوص شعرية وتهوين وأيضا كتاب السيري له خمس مجموعات شعرية السيري الذاتية وتعبير عن نفسه مر بتحولات في حياته كانت مرصودة في الشعر مر من فترة الإلحاد وعبر عنها في قصيدته في رثاء زوجته بهيرة وتداولها الناس فيها كان نوع من أنواع الإلتراض ولم تنشر كاملة ولم تعرف كاملة لحد الآن الناس تتناقل منها نثرات نعم ومضيفة عليها وحذفة فقرات لكنها كانت تعبر عن مزاجه ونفسيته في ذلك الوقت في الفترة التي ويبدو أنه لم يتغير لأنه في حد لقاءاته محمد قال أنا يعني كانت هذه قناعاتي عندما كنت صغيرا وهي قناعاتي عندما كنت كبيرا لم أغيرها ولم أغير عاداتي لكن يبدو أنه موضوع الإيمان قد تغير لديه أنه في المذكرات يعترف أنه مؤمن بطريقته بالله وخصوصا مع وفاة لأنه الأحداث التي تعرض لها في حياته كانت كثير منها مأساوية الفقدان الزوجة بعد سنة واحدة ثم فقدان بابنته ورود وكتابته قصائد كان يبدو أنه ينفعل مع هذه الأحداث في كتابة قصائد وهو يقول أنه لديه ثلوس الإيمان بالله والإيمان بالعروبة كان عروبي طبعا مزاجه هواه عربي واشتراقي وأسر الطبقة واضح في كتابات عبد المهين عندما نقرأ المذكرات نجد أثر الطبقة الفقيرة التي بدأ فيها أو الطبقة البسيطة التي بدأ فيها جعلته يدرك آلام الناس ومشاعرهم وعندما زار مصر زادت هذه الشعور فهو رأى في مصر بعض المظاهر الفقر فزادت إيمانه بالاشتراقية وسخطه على المظاهر البرجوازية أو الرأس ملي لكنه كان تلمس شيئين في المذكرات الحزن الشديد لأن الرجل تعرض لمشاكل في الوظيفة ولكنه كان يستخدم الطرفة يعني هو تشتغل في وزارة الثقافة أدرى مركز الثقافية حاول في حمص استعادة الشخصيات الحمصية الثقافية وفي الشام وفي دمشق فعل نفس الشيء وقام بندوات ومسرحيات ودعى شخصيات زي ذكر أرسوزي دعاه في مرة وألقى ذكر أرسوزي كلمة خطيرة تنتقد الحكم وقمت نقد ممتاز كله على العهود السابقة لكن الآن الأمور طيبة حتى يقول أخفف من الكلام الذي قال له يعني السقف الذي تكلم به زي ذكر الأرسوزي كان يحاول أن يعيش روح الفنان في المذكرات الأدب هو سلوته الترجمة كما ذكرنا ترجمة العشرات من الكتب وحتى أمنياته كانت أحيانا هي طباعة كتب طباعة كتب محمد أذكر من المتداول والمعروف طبعا هو شغل كما ذكرت مناصب في وزارة الثقافة من مدير مركز الثقافي في حمص إلى دمشق إلى مديريات كبيرة وأصبح من عام 71 أو 72 إلى 76 مستشارا ثقافيا في القصر الجمهوري واستقال بعدها فيقول كنت أستاذا لحافظ الأسد في اللافقية في اللافقية 47 أو 48 فعندما استقبلني فيما بعد قال لي ماذا تطلب فقلت له أطلب أن تطبع لي عملي الذي ترجمته فيه الأدب تاريخ الأدب الفيتنامي فقال له تم وفعلا صدر الكتاب طبعا اتهمه واصدقاهه بالجنون يطلب بيته يطلب سيارة فقال بعد فترة جاءني السفير الفيتنامي واستقبلني وأيضا الرئيس الفيتنامي تحدث عني وكرمني بأعلى وسام في فيتنام فوصله حقه الرجل عندما التقى رئيس بلده طلب منه أن يطبع له كتابا هذا بالتأكيد هذا هو المجاج هذا هو عبد المعين حقيقة شغف عبد المعين الملوحي الأديب السوري الموسوعي الكبير رحمه الله استعادة ذكرى الآن بتعرف على كتبه الكثيرة نعم أكثر من 595 كتاب مطبوع ويبدو أنه ظل مشاغبا لأنه حتى في سنة 99 شارك في البيانة الذي وقع عليه الكثير من المسقف بيانة 99 معروف بإسم بيانة 99 يعني فيبدو أن الرجل كان قريب وبعيد يعني يحاول أن يقول بعض أراءه والتي كان مؤمن بها لكن حضوره والكتب التي تركها لنا يعني والمذكرات هذه النفثة الصدر التي تركها في شغايا من عمري تستحق لأنها تقدم صورة عن دمشق وصورة عن مدينته الأثيرة إلى قلبه حمص وعن مصر أيضا لأنه عاش فيها وعن البلاد التي زارها لأنه توجه شرقا إلى آسيا وذهب إلى الصين نعم بعد أن تقعوا الذهب إلى الصين ودرس هناك الأدب العربي وأصبح له علاقات ممتدة الحقيقة سيرة كبيرة جدا وأريد أن أنوه محمد أن أشير إلى مسألة بأنه له 95 كتاب مطبوع وأكثر منها مخطوط غير مطبوع وهنا لابد من التوجه إلى أهله إلى ورثته إلى المؤسسات الثقافية السورية والعربية بطبعتها في الأعمال من نزل يعني التي ربما تربو على مئة عمل أشكرك شكرا جزيلا محمد شكرا جزيلا محمد